أعزائي ومشاهدي ومتابعي الجريدة وموقع أهل مصر النهاردة طبعاً هنكمل حكاية بدأناها من أسبوع الماضي أهل المال في أهل مصر النهاردة عن حل الأداء من القرصة المصرية خلال جلسة منتصف الأسبوع والجلسات السابقة بجانب أنه وصلت النهاردة على مستوى تاريخي وتخطيها لـ 20.500 لقطة طبعاً كلها حاجات تدعو للتحليل ويسعدنا ويشرفنا يكون معانا الأستاذ عمر عبدالله خبير أسوأ المال والأستاذ مصطفى أمين عضو الجمعية المصرية للدراسات والاستثمار وفي البداية هنبدأ مع الأستاذ عمر عبدالله نتكلم عن أداء البرصة اليوم والوصول لمستوى تاريخي حالك شايف له ذلك؟ والله نحن أتشرف أن أكون معكم نحن النهاردة بنعدي منطقة بتاعة العشرين ألف ودي رقم تاريخي أول مرة يحصل في التاريخ السوق منذ بدايته كما يقولون هذه قيمة متاريخية ونحن نتكلم عن هذا الكلام من ساعة ما بدأنا التاريخ الساعد أو الاتجاه الساعد في شهر 9 أو شهر 10 أو 22 الناس لا يوجد صيقة قوية لكي ألقانة من السارع والتضخم والأسعار والحاجات ولكن دائما بطعم من المستثمرين وبالذات الأفراد في أنه جماعة البرصة في اتجاه ساعد وخليك وغسطين في الاتجاه النهاردة بنعدي لعشرين ألف ده رقم تاريخي طبعا هي القيمة التاريخية اللي جاءت قبل كده في 2018 كانت 18400 احنا تعدناها الأسبوع اللي قبل اللي فاتت تقريبا والنهاردة بنعمل قيمة تاريخية وما زال لسه إحنا في اتجاه ساعد وتوقع قيمة أكتر من كده الفترة اللي جاية إن شاء الله طيب في حتة مهمة أوي عايز برضه أقول للناس عليها يعني أنت يا عمر البورصة في قمة تاريخية يعني الأسعار غالية قوي ما نبعد عن البورصة لأ البورصة أرخص حاجة ما تأثرتش بالتضخم في العالم بالذات أسعار الأسهم في البورصة المصرية فلسه فيه متوقع سعود تاني متوقع أن احنا نسعد تاني ده أسبابه إيه؟ أن احنا عندنا مجموعة من الأسهم هي التي تحركت من شهر عشر لغاية دلوقتي أو هنقول الأسهم الشركات القيادية أو أسهم الشركات اللي بتبيع منتجات بالدولار زي شركات البترو كيمويات وشركات البنوك زي البنك التجاري الدولي طبعا ده أكتر حد مؤثر في المؤشر حديد عز هي شركة تأثرت بالتضخم في النهاية بتبيع الحديد وسعر الحديد زاد فالسهم كانت بـ 11-12 جنيه السنة اللي فاتت النهاردة بيسجل فوق الـ 50 جنيه فلسه فيه أسعار أسهم تانية رخيصة جدا؟ أه لسه عندنا عشرين خمسة وعشرين سهم تحت الجنيه لسه عندنا شركات بتعمل لها إعادة هيكلة لسه فيه أخبار كتير ممكن تنزل ليها علاقة باستحوازات خالجية ليها علاقة دائما بقول إكسبريشان مهمة قوي بقول طول ما مشكلة الدولار متحللت في تلمة طول ما البرشة هتوضل كدها ده كلامي عرطول مع الأفراد بالزيد تمام هنرجع للنقطة دي على مدار النادو بس هنتكلم بقى مع الأستاذ المصطفى عن أداء الأسهم حباك شايفوا رايح لفين الأسهم الأكثر الارتفاعاً الأكثر الخفاضاً السهم اللي نقدر نقول لراضي بالاستثمار يلا بينا نتبكل عليه احنا الفضل اللي فاتت شاهدنا ارتفاع كبير في أسهم القطاع المصرفي واللي يعتبر كان رائدها السياء بي واللي يعتبر رائد كبير من رواد السوق وأسهم البتريك مويات حتى جلسة اليوم اللي احنا شاهدنا فيها لنطلع لمستويات فوق العشرين ألف ونقرب من عشرين ألف وخمسين نقطة تقريباً بس نحنا ننتيجة جني الأرباح أو نتيجة ان احنا كنا في منطقة تزاب سوب كبيرة نتيجة ان احنا لأول مرة السوق يوصل لقمم التاريخية القمم التاريخية دي قمم جديدة على السوق جداً في تاريخ حياته ما موثر لهاش وبالرغم من ذلك احنا شايفين ان قيم الأسهم اللي بتمثل المعشر 30 شركة موجودين داخل المعشر وما لسه أقل من قيمهم العدلة بكتير الشركات دي عملت أرباح كويسة جداً مستويات الأداء مضاعفات الربحية بتاع المعشرات السوق ككل لسه في مستوى جذاب استثمارياً للناس لمستويات الظروف المضاعفات الربحية انها ترتفع فتحسسنا ان احنا في معدل مخاطر او ان احنا البعض بيقولك بيتكلم ان احنا نهاية السنة دي او بداية ستتقامل قادم هيكون نهاية القمة او نهاية الصعود لا انا ما شايف ان لسه فيه فرق تقييم عملة كبير في الاصول لتاع الشركات دي لسه عندنا شركات لم تتأثر بشكل كبير احنا على فكرة احنا عملنا التحريك في 22 هذا التحريك لم يأتي السمارة بعد كده حصل ببعض تغييرات في الكيادات سواء كان في السياسة النقدية او في سوق المال سواء كان سيد رئيس الهيئة في taa سيد رئيس البرسة لاصباح رئيس الهيئة ورئيس بورسة جديد ثم رئيس بورسة تم تغييره أحد أبناء السوق موجودين داخل السوق دلوقتي أهل الدار وعارفين إيه جوه البيت ويقدروا إزاي رتبوه ويعالجوا كل المشاكل دلوقتي ومجنة محافظ بنك مركزي طبعا سيد حسن عبد الله طبعا حصل تفرغ داخل السوق المال لأن التقن أن فيه ناس عارفة المشكلة بجد وهتحلها عارفة ايه في ايه والناس كتاب مدركة من قبل اي تحليل خسار الصرف المؤشرات عن دركة في بورسها بترتفع بشكل مباشر من قبل لما يتم حطه البزنس وجدوى الاعمال بتاع المحافظ لأ شهادنا السوق بيتحرك مع تغيير المحافظ وتغيير السياسة النقدية لمنه معروف ان ديه سياسة النقدية جديدة داخلة المحافظ حتى في مؤتمر الاقتصادي كأول حديث دي إعلاميا للناس قال أنا راجل مسؤول عن سياسة نقدية مهمتي اكافح التضخم وازبط سعر الفايدة بعيدا عن حتى المبادرات دي يعني حتى ما يعيد عن المبادرات وحتى الدولة المصرية تجهت بالفعل ان تجهت المبادرات دي كلها طبعا عن الموازنة عامة الدولة وده امر صحيح وامر سليم نسبية بشكل كبير تمام؟ وده ضمن اصلاحات الاقتصادية اللي كانت من رجلتة المؤتمر الاقتصادي ده كله اللي اثر على البورسة تحركنا منقاع وتشاؤل كبير وبيعمل كان فيه قبلها بيعمل مؤسسات اجنبية كبيرة جدا داخل السوق وحصل انخفاضات كبيرة عن شهاد انخفاضات كبيرة وانسحاب المستثمرين وطبعا معوجود اللي كان طبعا بيفتح زي ما نسميه كده المارجن او الهامش كان بيبقى بشكل بسيط جدا فده كان بيأثر على حجم تدولات السوق فده كله ادى ان انصحاب حجم جديد من رقص الاموال خوفا من اي خسار تحصل نتيجة اي خفض theta الحل التومة كانت ممكنًا نخُشو أمر أو مية وخابسين ألف وعند ما كان قطرت على الخطك الخارج حدائما دلSEًّ وقت ملك متجاوز يمتسك تكون ليتجاوز هذا ركن بردو صغير قيلاً عنُسرها دولار بس الحال Languageitten انت متشهد لتشهد فوره IKED اللي احبها يا مشروبية ان تعملات الاجالة بقى قوية. وده بيدي ان مؤشر لسه فيه كتير جدا. ان احنا ان احنا كنا نتكلم عن عشرين الف نطر ده على مستوى قريم. واتنين وعشرين كمان كان مستوى لسه وممكن تكلم لهم على اكتر من كده بكتير. لسه قيمة الشركات منخفضة. لسه عندنا الشركات القوية. لسه قطاعات احنا نتكلم عن قطاعات الاسه جاية. قطاع السياحة. بالارباح الكبيرة اللي داخلت. شوفنا شركات سياحة كبيرة بتحقق تفارات. طبعا عندنا شرم دريمز من اسهم اللي اتأثرت من اسهم القوية في الشركات سياحة. شركات سياحة كتير بس انا بكلمكم على اسعار اسهم ابتدى يحصل فيها تداول كبير. عندنا القطاع. شواء القطاع مش واخد حقه في المجال. اه بصحية. ما فيش شركات مدرجة كتير ده القطاع. بالضبط قطاع كبير وليه شركات كتيرة. وقطاع عانى كتير في الفترة من الفترات. وابتدى يتحسن بعد ابتدى على فكرة وجود تضخم عالمي. ساعدك ان انت تكون وجهة سياحية حتى سيد رئيس الوزراء كان بيتكلم عن زيادة عدد الغرف الفندقية. ده اه في مصر. عشان نوفي عدد السواحة لان الحمد لله عدد الوافدين بقى كبير. في مناطق في العالم بقى تغلية سياحيا. بس انت ارخص. وده بيديك ميزة لسبية. وعندك اماكن وعندك سياحة. عندك مناطق وعندك تطوير عمراني. عندك تطوير عمراني. القضاء على العشوات. ده كل ما ديجي الساحة يشوف مصر. يشوف مصر واحدة. مصر تانية خالص. قبل قبل شافة الفين وتمانية او الفين وسامعة. هشوف مصر جديدة. مصر جميلة. مصر تتقدم. عدد مساحات كبيرة. اه تطوير زمان. هشايفين احنا وفكرنوش نيه ده. هشايفين مامش اهل مصر. ده ده الواحدة والسياحة التانية. سلاحة النيل وانت هتفرج على النيل. الناس ديجي عايزة تشوف النيل وتشوف وتدعى دور السايح وتشوف وتعيش حالة ميدانية على ارض الواقع. فانت بتسمح لها احنا شايفين دلوقتي احنا نشوف السواح كل شوية الحمد لله يعني ربنا يزيدوا بالك. السواح بيقضلونا كتير. العدد ده ما شفتناهوش قبل كده. لانك دلوقتي عندك الفرصة. عندك الاستقرار الامني. عندك الاستقرار سياسي. عندك امكانيات اقتصادية. عندك ده كله. سحيساعد القطاع اللي موجود داخل البورصة ده. انه ينمو يحقق ارباح يتوسع. والدولة الخير القطاع البصري دعم القطاع السياحة ده في فوقت ازم الكورونا. وانه كان من القطاعات بتأسرك كبير. كتير. وبشكل كبير. فده كله كان لها تأثير. عندك دولة قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية وقطاع واحد جدا على الناسة كنا نقول بيلتون. شركة بيلتون وشركة من الشركات اللي عاملة في القطاع. كتعمل اكبر زيادة رأس مال اكتر من عشرة مليار جنيه. ويتعتبر اكبر زيادة رأس المال تمت في سوق المال. خلال اه خلال السنوات الماضية. كانت شركة بيلتون. اللي هي مملوكة حاليا من شركة شميرا الامراطية. الحصة الاكبر لها شركة شميرا. فده عندنا شركات كبيرة ووعدة وعندنا شركات شركات بتطور ولسه كان فيه كلمة عن الشركات دي كتير. ان فيها تطويرات وفيها تحديثات. وده تبقى الافصاحات اللي بتنزل على موقع البورصة. شركات وعدة وبطاعة واعد. اه عندنا دلوقت ان البنك المركزي غير فتح الرخص للشركات انها تحصل على رخص البنوك الرقمية. دي لوحدها لها تأثير تاني اضافي او اخر. وتدعم عملية شمول المال بزرطة سيد عمر. رغم الانسحلات او ان البورصة وجهت في بعض البطارات حاجات صعبة جدا الا انها زي ما السيد مستطبق قالك. نازل التفاعل بيمتلك الاداة فيما هو طبع. طبع الحاج قلت نقطة مهمة جدا من احنا نتناقش فيها. ما يخص ترمى سعر الجنيه لم يتحرق التظار من البورصة. في صعود. اه بالضبط. اه احنا محتاجين نقطة. هو مش مادام سعر سعر الجنيه لم يتحرق. هو مادام لسه فيه مشكلة الدولار هتفضل البورصة تطلق. احنا احنا شفنا التفارات بتحصل مع التعويم. اه كل مرة بيحصل تفرق مع التعويم. من اول التعويم بتاع لما كان الجنيه الدولار بتمانية جنيه وكسر. لغاية احنا دلوقتي تلاتين جنيه ونص في البنك. اه كل مرة بيحصل لازم كده. ليه? لان هي التحريك ده اوات بيجيب استثمارات اجنبية. طب هتقول لي عمري وهو فيه استثمارات اجنبية كتير في البورصة. اه فيه ولكن مش بالحجم المطلوب. مش هو ده اللي احنا عايزينه. او مش ده اللي احنا بنرغب فيه. ليه? لعدم توفير السيولة الدولارية. او مش بس بنتكلم عن الدولار او نتكلم على سلة العملات عمتا يعني. هو عامل ازاي الجنيه قدام سلة العملات. طيب. طول ما فيه مشكلة في الدولار البورصة هتفضل تتلع. طيب. لو تحلك المشكلة يبقى البورصة هتنزل? لا برضو. لان البورصة بتساهم في حل المشكلة الاقتصادية اللي موجودة اللي لازم نعترف بها. مصطفى متفائل شوية. او انا برضو متفائل بطبعي. ولكن خلينا نقول ان مصائب قوم عندها قوم فوائد. هو فيه مشكلة في السارع. اه فيه مشكلة فيه. فيه ناس متضايقة من التدخم ومن الاسعار بتزيد. اه ولكن ده في العالم كله. طيب احنا عندنا زيادة ولا احنا زي العالم? لا احنا عندنا زيادة. غير عشان نبقى بنتكلم بس بواقعية. اه احنا عندنا مشكلة في التدخم اللي احنا اللي قصبنا من الكورونا ومن الحارب الروسية الاوكرانية. وعندنا حتة زيادة بسبب ان الدولار اه او ان الجنيه بيدعق قدام العملات التانية. فالاتنين دول اه عاملين تأثير على التدخم اكتر من لماذا؟ لأننا نستورد الكثير من اللي نستخدمها في حياتنا البورصة عاملة كيف؟ البورصة مضاعفة ربحية السوق ككل والأسهم لسه أوليه هناك أسعار أسهم تحت الجنيه كثيرا لدينا أسهم بالملاليم هذه ليست موجودة في حتة ولكن هذه هي إليه التداول وتدخلنا قبل كده في أننا قلنا اقتراحات بشأن الموضوع الملاليم أنشطة الشركات وقوائمها المالية وأداءها المالي لسه ليس باين قوي على الشاشة باين في بعض الأشياء التي تكلمنا عليها من قليل لدينا قطاعين مهمين قطاع الخدمات المالية سواء المصرفية أو غير المصرفية هذا لسه لا تحرك لسه كريديا لسه البنوك تحركت جزء كبير ولكن لسه ممكن يبقى فيها تحرك ثاني طيب عندنا قطاع مهم تاني وده يعتبر قطاع شعبي وحلو ومهم في البورسة والناس كلها بتهتم به اللي هو قطاع العقارات ولسه أسعار رخيصة يعني قائد قطاع العقارات شركة مصر جيال إسكان والتعبير بينزل كل شوية عليها عروض وهو قطاع العقارات اللي هي يا فندم الأسعار الأسعار بتاعة قطاع العقارات كلها رخيصة يا فندم هنلاقي بالمهيلز ب 2 جنيه و 10 قروش هنلاقي أعمار مصر ب 3 جنيه و 4 هنلاقي مدينة ناصر ب 4 جنيه و شوية مصر الجديدة ب 13 جنيه و شوية يعني وبيجيلها عروض كتير الكطاع دوت فيه شركات كتير مدرجة في البورسة كلها أسعارها زهيدة هو قطاع محبوب و شعبي لدى المستثمرين الأفراد فلسه في نقلت نقلت أسعاره طبعا فيه فرص للشرا في قطاع العقاري طبعا فيه فرص للشرا في قطاع العقاري فهي تسكير أن تكون أسعار الأسعار في أسعارك أو في رينجة الناس بتشتري شوقة ما بتشتريش أسعار عايزين نغير الثقافة يعني الكطاع العقاري هو نشط ما عليش هو مش نشط في الطبيعي أو في الفرست هوم زي ما بيقولوا يعني الشباب اللي عايزة تتجوز دلوقتي معاويش فلوس يروح يشتري شعب اللي هو في الطبقة المتوسطة وما تحتها صح؟ لا هو القطاع العقاري نشط في الساكند هوم اللي هو في الساحل الشمالي وفي اللي هو بتاع الترفيه أو بتاع الأجازة فدوت عند كاتجوري معين من الناس عند الاي كلاس بس هو اللي بيقدر يشتري في الساحل ويأخذ مش عارف طائم شهر في شرمه ويعمل مش عارف ايه فين صح ولا لا لكن الفارست هوم أو الحاجات الشعبية أو الحاجات المتوسطة بتاع الناس هي معاليهاش اقبال كتير أنا لما بيجيلي حد بقوله بدل ما تروح تشتري شقة تبع شركة مدينة ناصر للإسكان والتعمير ما تشتري أسهم شركة شركة مدينة ناصر للإسكان والتعمير لما تشتري شركة أسهم شركة مدية ناصر الإسكان والتعمير هتعرف تباعها بسهولة صحة ولا لا يا فندم؟ يعني بروح اشتري شركة باثنين تلاتة مليون جنيه في مشروع مش قصدي ان الناس متروحش ولا كده لا خالص انا بتكلم على الاستثمار ازاي انا اعرف كمستشمر اعمل عائد كويس على الاستثمار بتاعي اكتر من البانك و اكتر من سهدات الاستثمار و برضو مش قصدي ان هذه الحاجات غلط لا طبعا هو التنويع المحفظة الاستثمارية بيبقى فيه جزء كبير دلوقتي اسهم لان الاسهم رخيصة جدا نشك ان الفهل البنوك واحد من اهم من القطاعات ذاتا الاولوية للدرسة و ذاتا الاولوية للاستثمار للدرسة بالتأكيد وهو وجهة للمستثمر الاجنبي يعني بذكرى بجلسة اليوم و جلستين الامس احنا نجد ان احتعمالات الاجنب بقى كبيرة جدا و جلستين الاسبوع اللي فهل شاهدت بعض التنموثات ان تتلاقي بالرغم انها بتقابل في النهاية ان صافي البيع بيبقى منخفض صافي الشراء بيبقى منخفض بيبقى منتجرات من خلال المؤسسات الاجنبية من ناجد ان تعملاتها تتبقى كبيرة و ده مؤشر ايجابي داخل البورسة المصرية النهاردة في ظل بعض الاتجاهات البيعية نحن عندنا طبعا افساح في التعملات التعملات عندنا في البورسة و ده مميزة كبيرة في البورسة المصرية نحن احسن القطاعات جوه البورسة قطاع البنية لا انا اصدقى على قطاع الافصاح والشفافية اه طبعا قطاع الافصاح والشفافية القطاع بيقدم كل جديد و لازم المعلومة عشان يتسوي جميع المستثمرين ان يكونوا عندهم المعلومة حتى ما بيحصل الشائع على سهم معين يتوقف السهم و يتكلم مديرين العلاقات المستثمرين على حال في مشكلة و شاهدنا كمية الشائعات على الشركات كتير مثلا نتكلم عن بيلتون بيلتون مثلا كله كان بيطلع شائعات الفلوس اللي معاها دي هتمنت بها ايه؟ لبعض الشائعات التشرت انها هياخده لغسل بنك رقمي وبعد كده تنفت من الشركة و مقالت هتطور حاجة عندها في جوة الشركة سواء عهد الشركات عندها نزلية افصاح بيها شوفنا بانك تنمية الصدرات المصري يعني ما بيسا يقولك ما فيش نار من خرق في مساعد ما في مجلس انه يتكلم عن تعديد بنوك القوانين بعد البنوك الحكومية والبنك ده وهو بنك قوي جدا قوي جدا ولكن في شائعات كتبت ردد انه هتعمل في صفقة والفتر الرفاق والاسبوع اللي فات شوفنا ان فيه كلام بس تنفت من البنك و ده حقهم و ده ادارة تعلاقات المستثمرين ردد و ده امر لانه ما فيش اي عروض ولايح البنك حتى الام تقدم تعدل و ما فيش اي حاجة فهم كان ردهم صريح و ده مميزة ادارة تعلاقات المسلمين في البورسة المصرية كلها بيرد على طول و حصل برضه بس سوزة عمرا كده مصر جدا فيه كلام عليها كتير كلام كتير بس لازم البورسة لو فيه شركة يستمي الاستحواذ عليها يقدم عرض رسمي و انه فيه استحواذ على الشركة دي او فيه عرض للبحث للاستحواذ على الحصة او الشركة دي فده اللي بيحصل شفنا استحواذات تمت على شركات شفنا استحواذات تلاتين فلمية بشريعيات دخان قبل ستمية خمسة وعشرين مليون دولار تقريبا بنتكلم في كم مليار وعدد كبير الصفقة كانت الحقوق ده تبقى ان السياسة الدولة تخارج بعشان برضو زي من قول البنوك اللي بتنزل عليها شعاعات وكلام كتير نتيجة ان الدولة حتى السياسة عندها انها تتخارج من بعض الشركات الكبيرة بشكل كلي او جزئي فده اللي عمل شعاكتي شفنا صفقة باكين والتخارج للحكومة ليه صفقة الوحيدة اللي كانت بتخبر مباشرة يعني ان تباعت للشركة كلها من الشركة القبضة للكيمويات الشركة القبضة للشركة تخارج وشوفنا حصة الشرقية الدخان بتخارج التلاتين في المية وصحبت اكبر حصة في الشركة ويأتي بعدها الشركة القبضة للكيمويات كانت تاني اكبر حصة بعدها فاصبحت شركة الجلوبال الامراطية المحدودة هي تنتلك عشرين تلاتين في المية لجانب السهم تنفذ الشركة بتاعها اعلى من سعر سعر السهم يوم اغلاج الشرقية كانت واحد وعشرين جنيه الصفقة تنفذت على كام نتكلم في ثمانية وعشرين جنيه تسعين قرش للسهم يعني اعلى ثلاثين في المية من قيمة السهم في السوق السامي يسوي اكبر من كده وليس حتى الان استحوازات للوصول للهدف من المالشيوب والوصول لان افضل من الصفقات بيعية تحقق اهداف مصر من عملية الطرح او من ملفات البسحر نوسي احنا كنا لسه بنقول مدام مشكلة الدولار لسه لان اقول البورصة هتفضل تفضل طيب لو تحلت مشكلة الدولار البورصة هتنزل لا ليه لان لسه في ملف استحوازات طيب هل ملف الاستحوازات ده وتوحش او غلط او احنا كده بمبيع اصولنا دا نبنغفر سيولة دولارية نعرف ندفع الفلوس اللي علينا نعرف نكفي المئة مليون مصري كل يوم الماء اكل وشورب وشورب واو مئة وصيرت وصيرت وفي عشرين مغرق ولكن هي مصر ام الدنيا هو مش هيحصل حاجة اي حد بيقول حاجة فا احنا بنواجه مؤسسات دولية منظمة ممنهجة في انها تكسر في مصر هي عمرها ما يحصل لها حاجة طب احنا بنعمل الكلام ده وبنبيع اصول شركتنا لا احنا ما بيعناش شركة دلوقتي غير شركة باكين اللي تباعت كلها احنا مش بنيدي مجوريتي لحد ان هو يبقى عنده نسبة يتحكم فيها طب هو لو خد مجوريتي وبقى بيتحكم فيها هي الشركة جوه بلاجرة يعني الشركة الشرقية للدخان هي جوه مصر هو عمر المستثمر الاجنبي او الخليجي ما هيجي ياخدها ويمشي هو بيشغل مصريين بيشغل مصريين هو بيشغل مصريين هو بيشغل مصريين هو بيدير بطريقة احترافية يعني بيدير بطريقة احترافية لان هو مستثمر عايز يكسب مش ادارة حكومية فيها بعض البيروكروتين صح او انا غلطان فاحنا الملف دوت ملف الدولة شغال فيه كويس ولكن انا شايف ان هو لسه مفوش انجازات قوية فاحنا محتاجين فيه انجازات قوية مش عايب ان احنا نجيب مستثمرين من بره ناس كتير بتقول لي عمري انت ببيع اصول لا احنا مش بنبيع اصول احنا الدول اللي بره كل الدول يعني الامارات هو في الامارات فيها كام دولة بتستثمر جوه الدولة الامارات ما بتملكش البترول او الحاجات اللي موجودة في الخليج زي بقية الدول اللي حواليها صح؟ ولكن هي دولة بقيت من الدول ودبي دي من من المدن العالمية دلوقتي في الاستثمار هل الاستثمار ده كله اماراتي؟ لا طبعا ده من جميع انحاء العالم فان احنا بنكون بنستضيف الاستثمارات داخل بلدنا وبنعمل مسؤولنا لمستثمرين جوه بلدنا دي حاجة تقويسة كوت المستثمرين الاجابة خلال المرحلة الحالية في صعود البورصة طبعا النارده البورصة راح رابحت حققتها من 15 مليار جنيه حالك شاكت ازاي؟ الكلاسات الماضية شاكت ارتفاع في كتابة رأس المال السوق البورصة احنا طبعا من نهاية العام الماضي تكاوزنا تلليون جنيه حصل تخفيض كذا مرة على عدة مرة او تحريق او تحريق وسعر صرف على عدة مراحل حتى بداية العام الحالي شاهدنا تحريق وسعر الصرف حتى وصلنا لمستوى 30 جنيه وبعض القصور احنا بنتكلم ان حصل تحريق كبير وسعر الصرف او حصل تحريق كبير وسعر الصرف هل اثر ده على قيم الاصور والشركات؟ اه طبعا لازم عادي تقيم تلك الشركات لان طبعا لازم تقيمها تتغير كمواتها ارتفع كتير في بعض الشركات عندها ارادات دولارية كبيرة ده طبعا يأثر على اجزاء معينة مثل كده من اسمها بتأثر على المناطق معينة في قوام الدخل والارباح للجوه الشركة اللي هي طبعا بيحصل ارباح فرق عملة بتحقق الشركة نتيجة وجود حصيلة دولارية قوية وعندنا قطاع البتروكومويات قوي والنهاردة اللي هو هو اللي يعتبر القطاع الرائد للسوق النهاردة والشهد ارتفاع كبير من اهم القطاعات وكانت شركة موبوكو وشركة ابو اير وشركتين دول من الشركات القوية جدا في قطاع البتروكومويات ولسه منتظرين في باقية الاسم في القطاع ده انها تتحرك ولكن احنا نقول كده الرائد دايما او الكبير بتعمل بتحرك الاول وتتحرك باقية الاسم بالتوالي وكل واحد بتتبادل ادوار وتبدأ حركة اسم السوق قبل ما يكسر لعشرين الف نقطة واللي احنا تعتبر انها باتناش فوق احنا قصرنا 20 الف نقطة ونزلنا المستويات القريبة منها السوق تحرك وصح وهو رقم دائري هنتحرك حواليه شوية حتى لو احنا هنطلع المستويات ثانية كده كده هنتحرك حواليه شوية هيبقى فيها منطقة زبزل هيأكد كسرتها مع قوة شرائية جديدة تقول او اخبار ايجابية او اخبار ايجابية بس تعملات الاجاب النهاردة اللي تجاوزت شرائه 400 مليون جنيه نهاردة امر ايجابي بيقولك ان لأ في اجانب داخل تشتري الدين في عاملات المؤسسة الاجنبية بتقول ان انت جاوزت 400 مليون يعني فيه تعاملات قوية تعاملات العرب العرب مديين ثقة في القصادة المصر كبيرة جدا بقى لهم سنتين انهم تعاملاتهم قوية تعاملاتهم كبيرة سواء كانوا افراد او مؤسسات وشوفت الاستفاقات اللي تمت او استفاقات من حصص دي على فكه تحطيك انها ايجابية لان في بعض السنديل الاجنبية مثلا تيجي في شركات تستثمن في مجال التعليم او مشابه او مجال العقاري تيجي تشتري حصص ما تتروح من خمسة لعشرة في المئة بالكتير او اهل شوية وتيجي تستثمن دي بشكل مضاربة انها هتتقعد في سنة بالكتير نحن عندنا صفاقات عايزة تقعد سنوات احنا شوفنا موبك وابو اير وفوري اسكندالية تداول حوايات وشوفنا صفاقات من السعودية في اي فاينانس ده قطاع مهم جدا وقتاع مفعات قطاع قوة في مجال التكنولوجيا وشوفنا فاوري حصة الامارات دمنا الصفاقات التي تنفست وشوفنا حصة تنفذت ل اي فاينانس شركة اي فاينانس صالح السنوات السعودي ده كله ومؤثر اجابة الناس دي عايزة تقعد في الشركة دي من الشركات دي كمان بتوزع ارباح سنوية لانه عندنا مقترح لتوزيع عن النص الاول من العام من شركة اي فاينانس عندنا شركة اي اير من الشركات اللي عملة ارباح كويسة والليلسة كانت ميزانية تمنى وعملت مساعدة ازمة ازمة الروسية الاوكرانية في ارتفاع فاقصار الاسمدة وهي من الشركات اللي لها يعني لها زبون وليها مستهلك في الاسواع الاوروبية وامريكا الجنوبية وامريكا الشمالية لا لا بتعرف تسوق منتجها كويس فده طبعا بيقصر على ربحية الشركة واحنا شايفين الشركات دي وكذلك كموبكو وكذلك الشركات الشقيقة وعلى مستوى المحلي طبعا كان القطاع الاسمدة قطاع مضوبة على مستوى المحلي فده كله بيقصر على ربحية سواء بالجنيه او بالدولار وانها تجيب حصيلة دولارية وانها حتى كان فيه جهاز مركز ده ما اتخذ القرار اتكلم عن قطاعات اللي بتعمل حصيلات دولارية من خارج القطاع الغير نفطي يعني الحصيلات الصادرات الغير نفطية شركة الكموبات كانت بتحتل نسبة كبيرة جدا تجاوز 30% تقريبا تبقى لمركز ده عن العام الماضي نقدر نربطها بقطاع اللوجستيات كيف يتم ادارة هذا المنط لدعا من قوة البصق لهم القطاع اللوجستي او القطاع المواني ده من القطاعات الكويسة وبرضو اللي مش وقد حقها قوي في الشركات المقايضة في البورصة احنا عندنا حوالي اربع سركات هم المقايضين اقواهم شركة اسكندريال تداول حوايات وعندنا قنال التوكيلات ايزي ترانس مش كلهم على المواني بالضبط ولكن هو ده القطاع عندنا شركتين عملا قطاعين ولكن هم مدربين في الليستة بتاعت ال 32 شركة اللي معرضين للطرح شركة دوميات لتداول حوايات شركة بورسعيد لتداول حوايات واتقع ان دي يعني الشركات دي واحدة منهما تدرك في البورصة وواحدة منهما هيجلها مستثمر استراتيج دي من الشركات القوية جدا ماليا اللي بتوزع ارباح كبيرة جدا ولكن هي مش مدربة في البورصة اسكندريال تداول حوايات هي الورقة او هي الشركة الاقوى جوه القطاع دوت عندنا وهو يعتبر قائد القطاع هو تحصل عليها صفقات السنة اللي فاتت من السندوق السياد الاماراتي والسندوق السياد السعودي وكان السعر ما دون السبعة جنيه السنديق دي عملت ارباح كويسة جدا ارباح ورقية لان السهم بقى ب 27 جنيه شركة بتوزع ارباح كويسة وكلام دوت في سنة مثلا تتالي انك 200 في المية او 250 في المية في سنة ده عائد على الاستثمار مش موجود في العالم فده تديلك دفعة ان انت الشركات المصرية بتكسبوا ان الشركة وان اللي بيستثمر في الاسهم المصرية هي فعلا للسيرت وهي دولتي في 27 جنيه تقريبا وبرده رخيصة فالقطاع دوت محتاج شوية دعم او محتاج ان احنا يتطرح منه شركة من الشركتين اللي كانوا موجودين في قايمة التهم سبتكتل عمد معايدين نظر عمد على ادات المسر وقت توقع عمد 20 سنة طيب احنا قربنا قوي من نهاية السنة الرابعة الثالث هتبقى نتاج اعمالة شركات كويسة ده بالنسبة للبورسة البورسة لسه فيها بيتينشال واخر السنة هتقفل عند نقاط تاريخية جديدة اوه هتقفل عند نقاط تاريخية الابتصاد المصري عندنا خلينا اقول حتى ما فيهاش انحياز يعني اقول ان الحكومة المصرية او ادارة الدولة ماشية في حاجات كتير كويسة وماشيين في خطة بقبنة حلوة تمهيدا للاستثمار من بنية تحتية من طرق من حاجات من دي ولكن احنا عرقلنا يعني البلد بقى شكلها حيلة طيب بس احنا عرقلنا ايه؟ عرقلنا كورونا عرقلنا تضخم عرقلنا الحرب الاوكرانية الروسية طيب احنا ماشيين او والله ماشيين بنكمل تنمية بنحاول نكمل تنمية عندنا مشاكل في الدولار مشاكل في التضخم الدولة بتحاول تواجهها مش هنحط كل حاجة على عطق الدولة وفي نفس الوقتي مش هنقول ان الدولة احسن حاجة في الدنيا لا هقولك على حاجة متوقعة من هنا لغاية اخر السنة انا متوقع ان القاع احنا في صغلانتنا او في في بس في حاجة اسمها قمة وفي حاجة اسمها قاع المشكلة الاقتصادية في مصر قرب وقربنا وعندنا انتخابات في الفترة اللي جاية وعندنا حلول لمشكلة الدولار انا من 7-8 شهور يعني من الاخر تعويم حصل بعديه بشوية كل شهر الناس تقول ده التعويم الجاي امتد هي مش سلسلة انا قلت يا جماعة مكيش حاجة اسمها تعويم وساد رئيس الجمهورية طلع اقل مكيش تعويم انا مش هاجي على الناس عشان خاطر السندوق صحة ولا انا غلطان فاحنا هنيجي على نفسنا القاع قرب او القاع قرب وبعد ما القاع يقرب لا احنا هنبقى في حتى كويس انا شايف انه معدل انه ما هو السنة دي حتى لو بقى اولا شوية سنة 24 هيبقى كويس هيجي لنا استثمارات من بره هيجي لنا استثمارات من بره شكل مصر اقتصادية في الخريطة الاقتصادية بعد موضوع البركس وبعد الحاجات اللي احنا ماشيين فيها اعتقد ان احنا قربنا قوي من قاع المشكلة ونتجه للقامة قريب ان شاء الله طيب احنا حمدين نتكلم على القطاع المالي غير من المصرفي دول ازاي خلال يعني الربع الاخير من 20 تا القطاع المالي غير مصرفي شاهد في الفترة الاخيرة كان هو القطاع لم يهتم فيه وطرق لسنوات كثيرة حتى جاء وزير استثمار اعتى شك جديد لهذا القطاع جينا في سنة سنة قانون رقم 10 سنة 2009 خاص بالهيئة العامة الرقابة المالية اللي دم عدد من الهيئات اللي كانت كل واحدة بتعمل في قطاع متفاصل لوحديها ومما فيهم قطاع سوء المال اللي اندمجت والتأمينات وده كله وده خلنا قطاعات اخرى خاصة بالتمويل العقاري وكانت موجودة بالفعل فابتدى ان احنا قطاع دي كلها تحت مظلة الهيئة العامة الرقابة المالية وتولى كان اول رئيس الهيئة كان الدكتور الزياد بهاء الدين تولى الهيئة وابتدى يفحق الدكتور محمد الدين في وجوده كوزير السمارت في الفترة دي ابتدوا يعملوا على تنظيم هذا القطاع وعاد الضبط فيك شبه من الدكتور الزياد بهاء الدين يا مستفى هذا الشرف هذا الشرف فحصل التطوير في هذا القطاع ازاي؟ ابتدى التنظيم بتنظيمات طبعا احنا عندنا قانون خاصة في عام 2022 وتعديلاته ابتدى يشوف فيه يطور قصة القانون ويطور حتى نواكب بالاسواء المال الأخرى كان برصات عندنا يروحوا برصات نازدك برصة نيويورك بيعملوا ايه ونظروا تدور فيها ايه الكلام ده كان قبل 2011 كان بيحصل وعلى فكرة كان في عهد البرصة في رئاس الدكتور فريد في 2017 كان بيشوف برضو ايه تأخر تحليسات اللي موجودة هناك يعني الدراسات الخاصة اللي تعملت من برصة الدكتور فريد اللي شافها وذكرت بعض الاقتصادين ذاكروها انه شاف هناك ازاي بيكارنوا استثمار في البرصة الاستثمارات في قطاعات اخرى زي الدهب وما شابة والعقارات وما شابة فوجدوا ان البرصة هناك تبقى نشط ان البرصة الامريكية اكتر من 60% من الشعب الامريكي هم هم في ربع مليون حساب نشط في البرصة فترة من فترات قبل 2017 قبل 2018 دلوقتي انت عندك 2 مليون عميل عندك ناس كانت لها حسابات في البرصة ترجع عشان تأكتف الحسابات دي ويعاد تنشيطها مرة اخرى عشان تجرب فرص كاملة على فكرة اللي نجع الناس انها تخش البرصة دي فق اولا استحوازات اللي تمت على الشركات المادراجة داخل البرصة عادت حجم التدول الكبيرة اللي اتدى البرصة اللي احيانا كان يوصل الى 4 مليار هو المفروض يبقى فوق السكتة يا مستدر ان شاء الله هنوصل لها بس انا معشان كده بقول لي احنا لسه في بداية كمة جديدة تاريخ جديد لسوق المال احنا داخلين في منطقة جديدة التصحيح ده عمر طبيعي والسوق ينزل اللقاعي ويرجع يرتد بس ده برتمس جوه الاتجاه السعاد التصحيح الجوه الاتجاه السعاد ده امر طبيعي وحتى لو عادنا عاد الدوران عجلة مرة اخرى في سوق ان السوق ينزل لمستويات منخفضة بعد الشيء ده امر طبيعي تصحيح وخروج مشتري ودخول مشتري جديد بيشتري باسعار اقل شوية ولكن احنا لسه من اردو منقول ان اقوام الشركات دي لسه قليلة مضاعف ربيحة قليلة وده بيدي ان فيه فرصة استثمارية كبيرة جدا وعاد بارباح شركات دي بالرغم من الاتفاع اسعارها في السوق لسه ارباحها بتزيد فده بيدي مؤشر للجابي عندنا فتاع الاخزة وعندنا شركات بتتوسع ومنتجاتها بزيد جاي شركات انه حصل تسعير لمنتجاتها الاستقامل الماضى ومن فترة الماضى لتسعير لمنتجاتها عندنا شركة ايديتا تتوسع وشركة عندها فرص استثمارية كبيرة عندنا شركة تعبول لاندا عندنا شركات كبيرة في قطاع الأغزاء والمشروبات وغيرها وقطاع المطاحن هي بتنتج منتجات حصل لها تدخم طبيعي هتبيع بسعب أرقام أرباح بالضبط شركات دي بتفتح لنفسها أسواق خارجية شفنا إيديتا بتفتح في المغرب تستحوز على المناطق وبتحاول تدخل في السول أفريكا وغرب أفريكا إنها تفتح لتسويق لمنتجاتها ده كله هينعكس على أربعة مرادات وهينعكس على الناتج الإجمال للداولة المصرية عندنا قطاعات عندنا قطاع المطاحن نبتدي حق أرباح وطفارات كبيرة جدا مشوفناك وعندنا شركة الأمن للغزاء الشركة على مستوى السوق قدقى كجواس جدا دي كلها معادلة الأرباح بينعكس على مدى الأداء الشركة ومعادلة توقعها دايما نقول لبرشة دي من قال المستقبل الشركة بتامن الأرباح دي باتي نتوقع لها بنيديها فكرة مستقبلها هتامن أدئيه ومستوى أرباحها النمو بتاعها بنيدي النمو بتاع أدئيه فبيدي فرصة لنتستمر في الشركة دي بعد زيادة مؤدر ربحية السهم بيقبلوا زيادة في مؤدر سائر السهم في السوق شركات الحكومة بس هي الشركات الحكومية ودي أنا كنت عامل بها حاجة لتعامل الترند في البورسة يعني اسمها الأسهم الحكومية في السنة اللي فاتت 22 في شهر 9 قلنا عملنا حاجة اسمها الأسهم الحكومية طب احنا بليه بنينا على الكلام دوت عشان قصة الاستحوازات وقصة يعني بنينا دوت على الصفقات اللي تعملت من السنديق السياقية الخالجية ومن الشركات أو المؤسسات الخالجية الأسهم الحكومية السوق البورسة فيها حوالي مثلا 30% من الأسهم المدرقة فيها حصص حكومة سواء حصص للإدهنات سواء حصص للشركات قبضة سواء حصص للحكومة كبنك الاستثمار القومي وأو ما شبه الشركات الحكومية هي الشركات اللي فيها قيمة مش بس الشركات الحكومية ولكن كل الشركات اللي موجودة اللي بتديرها الحكومة في منها شركات كسبانة وفي منها شركات خاصرة طب هي دخلك جوه اهتمام المجتثمرين الخارجيين طب هي دخلك جوه استهتمام الحكومة بان هي تبيع حصص منها عشان تستسك عشان توقفر الدولار فهي لو درسنا الشركات الحكومية هلاقي كل قطاع الشركات الرائدة فيه هي شركات حكومية يعني مصر جديد الإسكان والتعمير مدينة مصر الإسكان والتعمير دول القطاع العقاري في شركات طبعا خاصة واحنا نرحب طبعا بالشركات الخاصة والشركات الخاصة لما بتشتغل وتشجع الاستثمار عامة يعني الرجال الأعمال هم اللي بيعرفوا جيبوا مستثمرين كويس لانه هم عندهم إدارة تسويت ناس على مستوى عالي من التعليم والتل والنوايا رفي بيها حاجة صح؟ لا لا الشركات الحكومية اتحركت هي اللي طلعت البورصة تقريبا سيدي كرير أبو إيلي الأسمادة إسكندريال تبقى والحاويات المالية والصناعية هي ليه البورصة في الكمام التاريخية بفضل الشركات الحكومية لسه مستنين الشركات الخاصة انها كمان تبدأ تتحرك شركة إعمار مصر شركة بولمينز شركة طلعة رصطف شاهدنا الثلاثة أربعة طيام اللي جايين بدأت تجيب أسعار برضو بتعتبر أسعار تاريخية طب هو سعر فير فاليو اللي موجودة عشاشة دلق هي ممكن تبقى نحن نقل كلبة خيرا بعده أستاذ مسحكم توقعات حضرتك دي أداء البورصة أداء البورصة معاكس على أداء الاقتصاد المصري أداء الاقتصاد المصري معاكس برضو زي ما قلت كده عام بلاد ضخم مستورد جاي من خارج نتيجة ان الفدرالي اللي بتاخذ بعض الإجراءات والحزم القوية اللي بيتأثر على حجم الدولار الموجود في الأسواق ان النقل فبيسحبهم بقى رفع كل رفع لسعار الفايدة فبيقدي برضو تأثير عندنا نقص في الدولار وبنضطر ان نحن نحرق سعر الصرف او الدول اللي عالم كلها بتتاخذ إجراءات سعر رفع السعار الفايدة او تحليق سعر الصرف بقبل الدولار مع نفس حجم الحصيرات الدولارة عند الدول اللي فبتدينا مصر بتدت إصلاح نقدي او رجدت الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق رجدتها زي نقول كده ده هو مر بس لازم نتخذ العلاج ده عشان نقدر نخيف والتحرير مش هو الشرط اللازم في حاجات ده من الإصلاح الاقتصادي زي نجات خارج الدولة اصلاحات مشاركة القطاعات ده كلها والدولة اللي نجحت في السنادي انها تبقى استراحات حكومية بكولة ان احنا قدرنا نبيع اصول فوق المليار جنيه فده أمر جيد احنا حوالي زي ما قلت وزاكرت البتاة في القاعد لكم وان احنا من مارس لغاية الشهر اللي احنا في ده بقى حوالي خمسة وستة من عشرة مليار دولار تقريبا حجم الاصول ده لسه منطي فرصة لكتاع الخاصة والشركات انها تتسوى نفسها وتقدر تجزيب وتقدر تدرك فيها اسلوب كويس جدا انها في الادارة احنا احنا الدولة انها تخط تسنة الشرعات كوهوية تحمي العاملين تحمي المستثمر نفسه تنظم العمل تنظم تركوله قانون ضربه وجمارك قانون الترخيص شفنا الرخص الزهبية دي كلها بساعد المستثمرين انها تتوفر اجراءات وانها تسهل تسهيلات لها ده كله مهم جدا احنا اهم حاجة للوقتي ان احنا نفتح لمنتجاتنا اسواق بره على مستوى العالم كله كما في العين عشانه يقدر نوفل حصائب العملات الاجنباء المختلفة على الاقل من باش الدولار بس عندنا عملات مختلفة متنوعة عشان يكون فيه كوف الجنيه المصري اداء البورصة المصريية هينعكس بذلك وجود دولار عندنا هيكثر بتعملات البورصة هيكثر بتعملات المستوى العجنب يتطمن هيقدر يشتري حصاص هيقدر يخرج ارباح لو ما عايز يخرجها هيكون فيه ساقة داخل البورصة المصرية شايفين اداء البورصة المصرية احنا قربنا 20 ألف وقصرناها بس يعني نقدر نقول احنا قفلنا تحقريب في مستوىات قريبة لنا نتوقع عملية تصحيف مع ارتفاع فرقاسهم هتقدي برضو المؤشر حركة تبادلية دي حركة كويسة صحية في مستوىات الى 20 ألف نقطة بعد كده ان شاء الله وتسلم اقبار ايجابية في كل شركات او في الاتصال تقول لقد قدر نقصة منطقة الـ 21 ألف وشوية ونتجه للـ 22 ألف كشورت تيرم بس عن نونج تيرم حسنا مستدفين أكثر من كده قدر حاجة بقى انا نتكلم عن قطاع السياحة هردك شايف واحدين وازاي ادعم اسوأي منك القطاع السياحة في سوق المال هو برضو من القطاعات اللي مش وقد حقها يعني عندنا حوالي ستة او سبع شركات بس من قطاع السياحة القطاع دوت من اول السنة ومن ساعة المشكلة اللي حصلت في اوكرانيا وروسيا بقى عندنا اقبال على السياحة التغير المناخي اللي حاصل في العالم كله بيدعم ان بيجي لنا سياحة زيادة فتعيبا من اول السنة كل القتلات في كل المنتجعات كمبليت 100% اشغال تتعصحة من القطاعات اللي بتتقدم كتير واللي نتائج اعمالها كويسة احنا عندنا في البورصة فيه شركات كتير لا اما في الشركات عندنا ستة او سبع شركات منهم ثلاثة شركات سواء يريد يعني هنقول الشركات الاكبر اوراسكوم للتنمية اللي هي بتملك البونا ومجموعة اوراسكوم هنقول شارمن ريمز هي برضو شركة متوسطة او فوق المتوسطة عندها اوتيل او اوتيل او اوتلين عندنا ريمكو السياحية اللي هي بتملك كستلا ديماري والشركات لا اعلم انا كده بعمل اعلانات بس هي اسهول انا نتكلم عن اسهول الشركات ما ديمزة انت تتبقى مدرك في الشركة فالبورصة انا نتكلم عن شركة مدرك فيه شركات تانية سياحية سوائرة ولكن اسياحة في مصر من اول السنة نتائج الاعمال بدايتها كويسة شاهدنا السنة دي الساحل الشمالي ومهرجان العالمين ومهرجان الاستثمارات والاقرب والاقرب من الشركة ساعة مصريات او عرب للبلات والسكن والسكن التي نتحدث عنها من قليل في الساحل الشمالي فحجم القطاع كنتائج أعمال في البلد جيد جداً ولكن في البورثة هو جيد ولكن محتاجين شركات إدراك شركات من قطاع السياحة أكبر لدينا مصر للفنادق، لدينا أوراسكوم للتنمية، لدينا شارمي دريمز، لدينا ريمكو سياحية شوفنا مثلاً تحرك طلعت مصطفى وهو ليه تحرك دوت عشان طلعت مصطفى خاد حاجة لها علاقة بإدارة مجموعة الفنادق أو إدارة إعادة هيكلة قطاع مجموعة الفنادق يعني بتاعت شركة القبضة للسياحة وطبعاً عشان أنها بيتوسع في السعودية، ولكن لو بنتكلم عن منطقات السياحة لا، هي نتائج أعمالها في مصر بتزيد نسب الإشغال العالية، هل هي مؤثر في البورثة؟ آه طبعاً أسهم القطاع السياحة من الأسهم النشطة الأيام دي بالأخص ولكن محتاجين إدراب السركات في جميع القطاعات، الموضوع محتاجي تعمله بس التسويق كويس وأنا شايف أن المستثمرين المصريين عايزين تروحات جديدة، مش بس أن احنا بنفكر أن احنا نبيع بره بس لا، هو، لو عملنا التروحات، هيجلنا ناس من بره، ولما جلناش من بره، إحنا عندنا مستثمرين مصريين رغبين في التداول أو الاستثمار في البورثة لأن الحال واقف في الاستيراد وفي العربيات وفي العقارات، فالناس دلوقتي السبيل الوحيد لها في الاستثمار هو الأسهم، وهي عوائدها أحسن من أي علاة استثمار النهاردة ترسلت حكاية من حكاية أهم الماء في الهن مصر، وطبعاً بنشكر ضيوفنا لأعزاء الأستاذ عام برعبار الله، والأستاذ مطابق عامين، ونوعدكم إن شاء الله بحلقات مميزة، تنقذرونا إسماء المهم، شكراً شكراً شكراً